استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة أليسيا كورز رئيسة اللجنة حيث بحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمامي مشترك كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الكيني أدنباري دوالي بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أدنباري دوالي وزير الدفاع الكيني بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الوزير الكيني نقل تحيات الرئيس ويليا مرطو إلى السيد الرئيس مؤكدا حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وهو ما سمنه السيد الرئيس مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الأشقاء في القرى أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية كما تم تطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية لسيما في قطع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وأثارها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية حيث أشد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا حرص بلادي على التنصيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويعزز العمل الإفريقي المشترك على مستوى القارة ككل كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة نائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة وبحضور السفير جارس بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع مؤكدا أهمية طلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في حج وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأسرة بشدة من الصراع في شمال غزة وقد شدد سيد الرئيس في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار وفي ذات السياق أوضح السيد الرئيس للوفد البريطاني أن الحالة الدائمة والعادلة للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية كما أكد السيد الرئيس خطورة تسعي محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم حيث أكد السيد الرئيس أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية مؤكدا دور مصر الداعمة والمساندة للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها وقد أعربت السيدة رئيسة لنجدة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وأعضاء الوفد عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر سياسيا وإنسانيا لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم كما أكدوا موقف المملكة المتحدة بشأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح أفاق السلام بالمنطقة مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد اللقاء تناول أيضا العلاقات السنائية بين البلدين في ضوء ما تشهد من تطور إيجابي متواصل على الأصعيدة كافة